اذا بفقرة التغذية كل يوم خميس عم نخصصها للسوشال ميديا أهم الأسئلة اليوم رح نخصص حديثنا والأسئلة عن موضوع الفيتامين جيم أو فيتامين سي صباح الخير ربا صباح خير دانا كيفك شو أخبارك؟ يعني هذا بنسمع عنه أكتر إشي بالشتاء أكيد أقول هذا المتبين حتى لا تمرضي لكن لا نعرف التفاصيل عن موضوع أنه أنا أتناوله على طريقة مكملات غذائية يعطيني مناعة أكبر سوف ترى مجموعة من الأسئلة ولكن بشكل عام كيف ترى أنه فيتامين سي موجود في غذائنا بشكل طبيعي؟ أهلا هو منتشر بغذائنا بشكل كبير لكن مشكلتنا بالأشخاص المدخنين مثلا ونحن لدينا نسبة مدخنين كثير عالية لأن المدخنين احتياجاتهم من فيتامين سي تصير أكتر وتاني شيء أنه موظم الناس عم يتبعون نظام غذائي فقير جدا بالعناصر الغذائية يعني بتجي بتسألي لو أكمن تفاحة بتاكل باليوم؟ بقول لك يمكن إذا أكلت مرة بالشهر بيكون منيع فأغلب فيتامين سي خضار وفواكف الناس الذين يأكل جاهز وهذه الأشياء بيعانوا من هذه المشكلة يلا دعونا نرى أول سؤال من المتابعة الأنشط سهاء الشخشير يعني دائما لازم أخذ الثلاثة ما هي فوائد فيتامين جيم ويش الكميات المسموح فيها وإذا فيه خطورة إذا نقص نقصانه من الجسم أهم فوائد فيتامين سي يعتبر أو جيم من أهم الفوائد الموجودة بالجسم وإلوه فوائد كثير مهمة أول شيء مهم للبشرة مهم لتكوين الكولوجين من المواد المضادة الأكسادة اللي بتحمي الخلايا من عدة أمراض بيساعد بالوقاية زي الكانسر أمراض القلب وغيرها برضو مهم جدا للجهاز المناعي فيتامين سي كمان مهم لامتصاص الحديد من المصادر النباتية فبالتالي بيساعد في الوقاية من فقر الدم مهم جدا كمان للبشرة مهم جدا للنمو مهم جدا للعظام في عنا عدة وظائق أحبت أنك حقيتي أنه بيأثر على الكولوجين كمان لأنه منشوف كريمات مثلا فيتامين سي وكولوجين يعني منيح فيتامين سي مهم لتكوين الكولوجين بالجسم فعش حتى كتير مرات بيكون كولوجين اللي بنباع بالصيدليات للبشرة بيجي معه فيتامين سي نعم عم تسأل إذا بيأثر نقصانه حلا إنه الناس يصير عندهم نقص حاد بالكولوجين بالفيتامين سي كتير أليل بس نقصانه بيأثر لأنه بيطيري معرضة أكتر للأمراض بتأثر عندها بشرتك نظارة البشرة القوة المناعة فأكيد بيأثر عليه طيب معنا كمان سؤال من محمد فهمي محمد بيسأل شوف هوائد الفيتامين جيم وأجمل دكتورة ربما حسنا شكرا دائما المدخنين بحاجة أكثر من 90 ميلي جرام من فيتامين سي تمام تمام جوابنا محمد حلا شوف هوائد الجسم حكينا مهم للمناعة مهم لامتصاص الحديد مهم لمواد مضادة لأكسادل وقاية من الأمراض جوابنا تمام يلا في عنا من سوها سؤال سوزان عفوان شو مدار زيادة فيتامين سي تمام هلا سؤالها كتير مهم هلا أنه يحصل على فيتامين جيم زيادة عن اللزوم بس بحالة واحدة من المكملات الغذائية هلا إذا من المكملات الغذائية إذا الناس معرضين لحصوة كيلة أو كذا ممكن يزيد خطر الإصابة الفيتامين سي من البي زي البي فيتامين إنه عادي الجسم يفقده دائما باستمرار بس بدنا ننتبه هلا المكملات زيادة عن اللزوم ممكن تأذي الناس اللي عندهم حصوة أو تزيد خطر الإصابة بالحصوة منشوف مرات الأقراس الفوارة صح ما هي الطريقة الأمثل؟ لأنه مرات هناك ناس بيأخذها تحت للسان حسب نوعها هلا هي الفوارة عادي بالماء يبتتاخل بس الحلوة أنه فيتامين سي مثلا حبة فليفلة واحدة يعطيكي كل احتياجاتك خلف فسهل بس أنه مشكلته أنه كمان فيتامين سي سهل أنه الواحد يفقده يعني أنت مع أنه نأخذ مثلا يوميا المكملات؟ أنا مع أنه تثبيت النظام الغذائي يعني إذا أنت ما بتاكل فوارة الاستفادة من فيتامين سي من النبات أو من الفوارة والخضار كثير أفضل من المكملات نعم مكملات ممكن نأخذها بدوزز عالية في الوقاية من بعض أمراض الإنفلوانزة وغيرها بإشراف طبيب ومنبدأ بقبل بس إذا أنت بتاكل فوارة والخضار يوميا لا خلص تأخذ كل احتياج معنا سؤال من هم خلينا نشوف كمان سؤال حول الموضوع برضو نفس السؤال إذا وضيفته بالجسم وإذا وضيفته بالجسم وإذا وضيفته بالبول ليش نفقد كمية كبيرة زين ما حكيت عادي هذول من زي البي فيتامينز يعني دائما إحنا في فيتامينز بتتخزن بالجسم وممكن إذا تخزنت تعمل نوع من التسمم الغذائي زي فيتامين دي زي زيادة عن اللزوم مثلا بأسرع إمتصاص الكالسيوم ويصبح تكالس أو ترسب هذا الكالسيوم بالأنسجة ويأثر على الجسم سلبيا أما الفيتامينز والبي فيتامينز عادي الجسم يفقدهم لأنه هذول نسميهم ووتر صوليبل فيتامينز فيتامينز بالدب الماء وفيه فات صوليبل فات صوليبل هذول يخوف التوكسيسيتي أو السمية منهم إذا أخذناهم بكميات كبيرة البي فيتامينز والبي فيتامينز يظل أهوان ليس مثل مثل ما لا يوجد سمية فقط نفقدهم بشكل أفرع يحدث هناك تضارب مرات إذا أخذ كثير من البي فيتامينز ممكن أنه يتضارب حتى مرات إذا أخذ فيتامينز في دوزز عالي ممكن جسمك لا يستفيد منها أو يقل الاستفادة منها نعم معنا كمان سؤال عهود عم تسأل ما أثار فيتامينز على الصحة من الناحية الإيجابية الصحة أكيد أنه إذا أخذ فيتامينز احتياجاتك تحسي فيه فرق على البشرة تحسي احتياجاتك من الحديد الحديد نحن لدينا مصدرين نعم هناك حديد من مصادر حيوانية مثل اللحمة والجاج والسمك والكبدة عالي جدا وفيه حديد من المصادر النباتية نعم الحلو فيتامينز سي لما نحطه على المصادر النباتية يحول الحديد من المصادر النباتي لأقل امتصاص للشكل من الحديد الذي هو أسهل للامتصاص فهذا يساعد جدا فأعمل وقاية من فقر الدم بشكل كبير مهم جدا للمناعة خاصة هلنا داخلين على الشتاء فعنا البردقان الجريب فروت كاسة عصير بردقان طبيعي بتعطيك كل احتياجاتك نعم حبيت بردقان فيها 60 ملي جرام فأنت تخيلي احتياجاتنا نحن سيدات 75 ملي جرام ورجال 90 ملي جرام حبيت الفليفلي 93 ملي جرام يعني الفليفلي منذكر أكثر من البردقان ايه أكثر من البردقان تاخدي كل فالناس اللي بياكلوا من 2 ل 3 فواكب اليوم وخضار بتوصل كمان 3 حصص فما وخاصة إذا نوعتي فأنت بتاخدي احتياجاتك من فيتامين سي وممكن للناس اللي عندهم فقر دم دائما يضيفوهم على السلطات وهيك أو على الأكل عشان يزيد الحديد يلا مانا كمان سؤال تمام وعد بتسأل كيف ممكن نعرف إذا في عنا نقص بفيتامين جين بالجسم نعشو هلا كيف ممكن تارفي ما فيش داعي نعمل فحص الأهم إنت تقيمي حالك من ناحية إنه إذا إنتي عم تاكلي كفاية من الخضار والفواكه يوميا أو لا يعني إذا إنتي بس سألت حالك فيتامين سي لأنه منتشر يعني زي ما حكينا موجود بالجريب فروت بالكيوي بالرومان بالفراولة بالبروكلي بالسبانخ في نسبة فيتامين سي فمنتشر فأما أكتر إيشي أشيء أشيء ممكن نحس فيه إنه مش عم ناخد كفايتنا كأعراب حلا بتحسي هي بتصير أنتي ما عم تاخدي احتياجاتك فبتحسي بتاعب شحوب بالوجه ارهاق العلاقة بالمناعة طبعا البيتامين سي مهم للمناعة المدخنين بدهم أكتر الحوامل بدهم أكتر هذا بس ركزوا على الأكل أكتر ما هو مكملة يلا عنا سؤال من غدير غدير بعرف إنه عطول لازم ناخد فيتامين سي للوقاية من الرشح بس لما نصاب الرشح هل لازم ناخده عشان يخفف من العراض هلا في كتير دراسات أشارت عن تأثير فيتامين سي للوقاية من المفلوانزا وغيرها لكن أنا دائما أتحدث عن الوقاية تبدأ قبل لكن ليس غلط إذا رشحت تحضري أشياء أو تأخذ أشياء فيها فيتامين سي لأنه مهم للمناعة لكن ليس شرط من المكملات يمكن تشرب عصير بردقان يمكن تعملي شوربة تضع عليها ليمون يمكن سلطة أي شيء مع أدوية معينة لكن ليس شرط ويجب أن يكون طبيعي آخر سؤال من ماري دعونا نرى سريعا هل طبخ الخضار يفقدها فيتامين جيم على فيتامين سي من الفيتامين التي تتأثر بالأكسجين لما تقطع الخضار إلا تفقد أكيد لا تتسلق كلها لكن تقل إذا تسلق الخضار أو الفواكه أو أي شيء بالماء تتسلق شكرا